بدموع حارقة يتوسل هذا الوالد لإيجاد ابنه الذي فضل المجازفة عبر قوارب الموت رفقة شباب آخرين بالقلتة مدينة يبكي سكانها فلذات أكبادهم ما عرفتوا رافية وسط البحار ما عرفتوا ما عرفتش أنا مع المهم ما خرش را عندهم مدة تسع أيام اليوم تسع أيام ملجمعة ملجمعة في الليل حتى اليوم السبت تسع أيام ما بنشوا لدي في ثلاث رحلة موت انطلقت من سواحل الولتا كل قارب يحمل 11 شابا اليوم وبعد مرور أسبوع لا خبر ولا اتصال آباء وأمهات يبحثون عن بصيص الأمل كلهم يتبعون وله حيبون هذا ما نطلب له هذا ما كان لنا نقل برهم حروق كوراني نشوي هذا ما نطلب هذا ما نطلب نطلب من السلطات الجزائرية ترجعنا أخويا ترجعنا أخويا هذا ما نطلب من السلطات الجزائرية ولا يتشلف اليوم تبكي شبابا في عمر الظهور ولا يتشلف اليوم كل حزن وألم لغيابه شام رابح محمد وأحمد بعد ركوبهم لأمواج الموت أملا في الوصول للظفة الأخرى ولكن بظفة هناك أمهات آباء يبكين حرقة على فقدانهم